الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد السلام عليكم ورحمةكم درسنا في الدرس السابق الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين صح؟ طيب سؤال قلنا من الفرق التي خالفت على السن والجماعة في الإيمان برؤية الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين من الفرق من ومن الفرق التي خالفت أهل السن والجماعة في إثبات الرؤية المعتزل والجهمين قالوا المؤمنون لا يرون ربهم من القيامة حالهم كحال الكافرين أنه ربنا قال على الكفار وعن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون طيب ثم إنهم لصال الجحيم فالكفار لا يرون الله فالمعتزلة والجهمية قالوا كذلك المؤمنون لا يرون الله وهذه العقيدة عقيدة باطلة ولا صحية باطلة أذكر من الأدلة على بطلان هذه العقيدة من الكتاب والسنة من الأدلة على إثبات الرؤية وعلى إبطال قول الجهمية والمعتزلة لا لا يتكلم عن الكفار ما بيروا ربهم نحن دارين الأدلة علينا المؤمنين يرون ربهم ردا لأن نرد على الجهمية ودأن نرد على المعتزلة أيها وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة هنا هو الشائد إلى ربها ناظرة ثاني من الأدلة أيها مرتبط ها ما سأل للذين أحسنوا لا خطأ قال للذين أحسنوا الحسنة وسكت كده صح الحسنة هي الجنة طيب وين النظر إلى وجه الله الكريم وزيادة كما أكمل تلاحظ قال النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم ثاني من الأدلة حديث البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم وهو أيضا عند مسلم كما ترون هذا القمع ثاني إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون قلنا ابن كثير قال فيها قولين ما هما أنه كثير قال على الأرائك ينظرون ذكر فيها قولين لا السلام أيها على الأرائك ينظرون أي ينظرون ويتمتعون بما هم فيه من النعيم في الجنة ثاني القول الثاني لا الآية دي القول الثاني بيها شنو على الأرائك ينظرون قلنا ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم ده قول في قول تاني أيها ينظرون إلى ربهم وده السلف فالسروا دليلهم شنو على التفسير ده فالآن ده مهم يا جمال لأنه دي الشبهات البجوال الآن المتصوفة وغيرهم من أهل البدع ومن دعاة الشرك ده مثل هذه الشبهات بجواله فإنت بتكون معتقد عقيدة لكن ما أعرف عليها دلة بعيد هناك ربنا قال عن الفجار والكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وهنا ما تكلم عن الأبرار قال على الأرائك ينظرون ينظرون لما حجب عنه الفجار حجبوا عن شنو عن النظر إلى الله عز وجل فذل ينظرون إلى الله عز وجل السلف قالوا قالوا لأنه الآية دي إن الأبرار لفي نعين على الأرائك ينظرون قالوا جات على وجه المقابلة ذيك محجوبين عن ربنا وذيك ينظروا لربنا ما هو قول الأشاعرة ذكرنا قول الجامية وقول المعتزلة قول الأشاعرة كان شنو في مسألة إثبات الرؤية أيها حسن أيها الأشاعرة الشيخ ربيع قال ناس يعني قال بمفوما ليلة زي ناس سياسيين فقالوا المؤمنين بيوروا ربنا لكن ما بالبصر وإنما بيشنو بالبصيرة وذي بالبصفة كلام فارغ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما رأى القمر وكان ساطعا قال للصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر يبقى روية بصر ولا بصر روية بصر عشكذا الإمام البربهار قال ماذا قال قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة إن يرون الله عز وجل بأعين رؤوسي لأن يرد على الأشاعر إنه بالبصيرة إنما بالأعين هذه ولكن بكيفية يهديئ الله عز وجل لها لأن ترى ربها تبارك وتعالى قال بأعين رؤوسي طيب وفيه أيضا رد على المعتزلة والجامية الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى طيب أن الله سلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر هل هذا تشبيه أم ماذا وتشبيه لماذا وأنه تشبيه أم غير تشبيه وإذا كان تشبيها فتشبيه فتشبيه لماذا هو تشبيه ولكن ليس تشبيه المرء بالمرء ولكنه تشبيه تشبيه الرؤية الرؤية كما ذكر إمام الصابوني وغيره من السلف وكما ذكر الشيخ العثيمين والشيخ ربيع وغيره من العلماء طيب من شبهات أهل الضلال في نفي رؤية الله عز وجل قالوا قول الله عز وجل لموسى لم تران فما هو الفهم الصحيح لهذه الآية وما هو الرد على هذه الشبهة مفصلا كما بيناه ما هو لانتا قوم سمى عالناس ذلك نسمع سمى آخر واحد ناظر إلى ربها ناظر طيب الرد مخصة لهم طيب جمع بعني جبل على النازل سمع أنا ما سمعت لي قال شنو ناظر قول حاجة قلنا ربنا قال لموسى لن تراني أول حاجة ربنا ما ما نفر رؤية مطلقة يعني ما قال إني لا أراء لو قال قال إني أو قال أنا لا أراء دنفي ممكن يقول لكن قال لموسى لن تراني يعني في هذه الحالة يعني في الدنيا لأنه ربنا ما نفر رؤية مطلقا قال لن تراني هذا الرد الأول الرد الثاني نعم هم قالوا لن للتابيد عن اليهود نعم هم قالوا لن للتابيد لن تراني عني أبدا لشفاته مين فالعلم ردوا قالوا لن في القرآن تأتي أحيانا ليست للتابيد وهي أسفل ليست للتابيد قالوا لن ربنا قال عن اليهود ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني الموت ربنا قال اليهود ولي يتمنوه لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم وقال يوم القيامة في النار قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال إنكم معكثون إذن تمنوا الموت إذن قوله تعالى لن يتمنوه لن ليست لشنا جماعة ليست للتابيد فقوله لموسى لم تراني ليس فيها نفي للرؤية مؤبدا لأن لن ليست للتابيد الدليل هذه الآية وتلك الآية طيب ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان فهذه فيها أمران الأمر الأول إثبات الحساب ومن الأدلة على إثبات الحساب على إثبات الحساب قول الله تعالى من يدينا الأدلة طيب من الأدلة على الحساب إن الله سريع الحساب ثاني من الأدلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة من نوقش الحساب عذب إلى غير من النصوص الكثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن الحساب بين الله وعبده يكون بلا حجاب وبلا ترجمان أن يكون مباشرة بين العبد وربه هذه أيضا نثبتها ونؤمن بها لأنها جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم يعني الشمال يعني وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر فكل إنسان ربنا حيحازب بينه وبين ربه لابد أن يحازب وليس بينه وبين ربه ترجمان مباشرة ولابد البحام عنك في تلك اللحظة في لحظة الحساب وهذا فيه أن يعد الناس العد للقاء الله عز وجل وأن يحاسب أنفسهم قبل أن يحاسب وأن يتجهز ليوم العرض الأكبر بالأعمال الصالحة التي أعظمها وأهمها وأولها وأولاها العقيدة الصحيح وتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان الصحيح في الله عز وجل وفيما أمر الله به وكذلك فعل الواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين لأن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا فيقول الإنسان مستعدا لأنك لا تعلم متى ستموت متى ستموت ولا تدرب أي أرض تموت فلذلك قد تموت بغته في لحظة وأنت تؤمل وتؤمل وتؤمل في الدنيا وتريد أن تفعل وتريد أن تفعل فعليك أن تعد العدة للقاء الله عز وجل وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أكيس فقال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أولئك الأكياس يعني الزورة الفطر أجل أن يكون مستعد للآخرة وسبحان الله الإنسان الذي يكون مستعد للآخرة وقد جعل آخرة أكبر همه وهي أكبر عنده من الدنيا فإن الله يعطيه الدنيا ويعطيه لا كما صح الألباني بصحيحة الجامعة الصغير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جعل الآخرة أكبر همه جمع الله جعل الله غناه بقلبه وأتته الدنيا وهي راغنة ومن جعل الدنيا أكبر همه الأولى الآخرة أكبر همه التاني الدنيا أكبر همه قال تشعبت به الأموم وجعل الله فقره بين عينيه ولم يبالي الله بأي أودية الدنيا هلك قال ولم يؤته الله من الدنيا إلا ما كتب له أو ما كتب له منها هذا وصول الله وسلم بارك على نبينا محمد وعليه وصحبه رزاكم الله خير بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله